الحمد لله الذي خس رمضان بكل فضل وإحسان وتفضل ألا من صام وقام إيمانا واحتسابا بالعفو عن الإسيان فيه تفتو أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه كل مالد وشيطان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المنان وأشهد أن محمد أبده ورسوله الذي أمت رسالته لإنس والجان اللهم صل على محمد أبدك ورسولك ونبيه وأمينك على وحيك وربالك صلاة تكون لك رضا ولنا بها مغفرا وألا آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَحَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّفْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّكُوا اللَّهَ وَاشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُحْسَاءَ وَمِنْ أَعْظَمِهَا إِنْزَالُ الْقُرْآنِ وَقَدْ خَصَّى اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانِ بِإِتْمَامِ هَذِهِ الْمِنَّةِ وَإِكْمَالِ هَذِهِ النِّعْمَةِ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَفْضِيلًا قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال أهل العلم إنما خَص الله شهر رمضان بفرض السيام لما حصل للناس فيه من إكمال النعمة عليهم بإنزال القرآن قال صلى الله عليه وسلم نزلت صوف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الإنجيل لثلاثة أسر مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشر دخلت من رمضان وأنزل القرآن لأربا وأشر خلت من رمضان رواه الطبراني إباد الله قال ابن سعدي رحمه الله فحكيك بشهر هذا فضل وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه السيام وقال ابن آسور رحمه الله تعالى واختير شهر رمضان واختير شهر رمضان أي لفرض السيام من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا شهر المبارك يخص كتاب الله بالكبير واجتهاد فكان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القرآة في كيام رمضان ما لا يطيل في غيره فعن ابن أباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يارض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لكيه جبريل كان أجوال بالخير من الريح المرسلة أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه كان غفارا فاستغفروه إنه كان غفارا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حقنقر نانسي قنقر نانسي قنقر حقنقر نانسي قنقر حقنقر نانسي قنقر حقنقر 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 حقنقر